ما لقوا حتيك؟ الروس راهم يشيروا فيهم بسلح الروس عليه وافق راه مليارات صفقات بالمليارات سنوياً لذلك وافق لهم جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا أيضاً راه عندها مبادلات بالملايين والمليارات مع الجزائر أيضاً مستفيدة فضل على الأموال التي تعطلها في إطار دعم جنوب إفريقيا لجمهورية البوليزار وينهم؟ الصين أيضاً روحوا وشوفوا حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والصين وما مشاريع التي يعني للصين بنايات غيرها كلها يعني كيف فاتح الجزائر أفاقاً اقتصادية وثروات طائلة تذهب إلى الصين من خلال هذه المشاريع التي تقوم بها الصين في الجزائر فضلاً عن التصدير والاستيراد وما إلى ذلك من هذه الأمور إذن هالدول الثلاثة هذه مستفيدة كثيراً من الخزانة العمومية الجزائرية أبقات لهم البرازيل برازيل قاكي الناس تدي في المليارات وأنا نجي نقول للجزائر أدخل البريكس بسهولة أيضاً نحتاج هذه الأمور فوجهت دعوة للجزائر والهدف منها هو هذا الأمر صفقة تسليح وسيتم الإعلان عن صفقة تسليح مع البرازيل أو أنهم سيتفادون يعني بشي ما يعنوش لا يعني أنه فيها صفقات أنا أستبعد هذا بل أؤكد بأنه فيها صفقة تسليح ويكفي الرسالة لأرسلها تبون إلى البرازيل وأمر آخر أنه تاب البيان لدارات وزارة الدفاع في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة البرازيلية وقال لك في البيان ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ما هي المسائل ذات الاهتمام المشترك كما قلت من قابل بين جيش الجزائري والصناعة البرازيلية للأسلحة هي صفقات تسليح بقية الهند ها هي الصور التي أظهرناها لكم واهتمام تبون ويبدو أنه بدأ مسار شراء أسلحة ربما هذه السواريخ أو أشياء أخرى من الهند التي تأتي في إطار محاولة كسب الهند عن طريق أموال طائلة هذه هي الأمور لذلك انضمام الجزائر البريكس لا يأتي في إطار أن الجزائر مؤهلة اقتصاديا أو أنها قوة في مجال معين أهلها إلى أن تكون مع هذه القوة بل أنها مجرد بقرة حلوب تحلب من طرف هؤلاء ويعطوها واحد العضو ملاحظ ويبقوا كل سنة يحلبوها في صفقات وأموال طائلة وأسلحة جيء وتتخزن وربما بينها تعطى إلى أطراف أخرى أو تعدم وما إلى ذلك من هذه الأمور هذه المليارات لو وجهت إلى التنمية الحقيقية إلى الفلاحة والجوانب الأخرى والصناعة وما إلى ذلك لا في غضون ثلاث سنوات أربع سنوات يصير عندنا اقتصاد حقيقي فضلا عن السياحة البلد تتمتع بمجالات سياحية حقيقية يعني الجزائر اللي عندها بحر وعندها تل وعندها صحرة وعندها آثار لا تحصى ولا تعد وكل ذلك نايم وراكد بسبب عدم وجود سياسة سياحية عندها أيضا بنى تحتية فنادق ومرافق يمكن أنه لو هذه المليارات خصصت إلى هذا الجانب لا أصبحت الخزانة العمومية يددر عليها الأموال الطائلة من السياحة هناك دول عايشة بالسياحة وراهي أصبحت مؤثرة اقتصادية وهناك دول عندها صناعة عندها سياحة عندها كل المجالات ونذكر في هذا السياق التركية التي خصصت لكل جانب أهميته وميزانيته وسياسته وخطته أما نحن فقط المهم العسكر بخير الجزائر بخير الجزائر تغرق في حرب أهلية نشكر العسكر أنهم قتلوا ناس خصومهم وأعادوا الجزائر إلى أمنها ندخل في أزمة سياسية شكر الله العسكر أنهم ادخلوا خرجوا بوتفليقة وأقلوه وهو لبس نوم دائماً هذه يجب أن نتوقف عن هذه الفكرة أن الدولة هي عسكرية وأن قوة الدولة في جيشها قوة الدولة في اقتصادها الجيش مهما بلغ من القوة والله لن يستطيع أن يقف في وجه قوى كبرى لو تريد أن تتربس به لكن الدولة عندما تكون قوة اقتصادية والمساس بها قد يؤثر ويذر بالاقتصاد العالمي ستجد هذه القوة تحرص على أمنها أكثر من أمن نفسها لكن عندما تكون هذه الدولة تفكر فقط في استهلاك الأسلحة وتكديسها صدقوني في النهاية لن يلتفت إليها أحد